أزول أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إيزوران نت مازيط أجذور الأمزيخية وفي هذه الحلقة وانطلاقاً من جبل النفوسة زي ما عودناكم نبدأ نتكلم عن كلمة تستخدم في جبل النفوسة هي طمزمت بمعنى الفتاة دون سن البلوغ أهنيه الكلمة هذه اللي هرطبت ببعض كلمات أخرى كثيرة ولكن للأسف الشديدة هذه الكلمة لم تعد تستعمل في جبل النفوسة على معناها الأصلي ونشوفوا ما هو معناها الأصلي بالمقارنة مع جميع التنوعات الأمزيغية الموجودة والمتاحة لدينا اليوم فالجذر هنا هو يام ياز ياي نعم الميم جزء من الجذر نحن عودناكم في دروس اللسانيات مش هنيه نتكلم عنه الصوابق واللواحق وما يدخل في الكلمة مثلاً اسم الفعلة اسم المهنة الصفاء الأخرى كل هذه الأشياء تكلمنا عليها في تلك الدروس فمش هنعودها هنيه ولكن الميم هنيه مش زي ما قلناكم في الدروس اللي فاتت هي جزء من الفعل أو عين الفعل يسمى بالعربي أيضاً جزء من الفعل أو تكوين الفعل وليس جذر الفعل عفواً الجذر وليست جزء من الإضافات لتلحق الفعل وهذا هنشوفوه ببعض الكلمات فيما قريباً طيب أهنيه في الأموم هذه الكلمة تعني في اللغة الأمازيغية في الأموم في جميع التنوعات الأمازيغية تدور حول معنى واحد وهو الصغر الصغير الصغير في السن وقليل من التنوعات الأمازيغية يعني بها الشاب أو الحدث أو دون سن البلوغ يعني في الخمس طارس طارس سنة هذه نجدها بإضافات أخرى في التنوعات الأمازيغية وهذه حتى نصلها حتى هي فيما بعد ولكن في العموم هذه الكلمة تعني الحدث الصغير في السن الصغير من الشيء فنجدها مثلاً في بعض التنوعات الأمازيغية مثلاً في ليبيا عندنا في سوكنا إلى وقت كريب كانوا يقولوا للصغير مزي ولما يصغروا الصغير كذلك يسموا فيه مزوكت نجدها كذلك في أمزاب فمثلاً في أمزاب يقولوا إي مزي ويقولوا كذلك من غير الإي مزي بمعنى الصغير أو الطفل في تمازيغ الأطلس المتوسط نجد مثلاً مزي بمعنى يعني الصغير أمزيان وكذلك إيموزياناً تعني نفس الشيء إلى آخره هنا في الأطلس المتوسط قلنا بنضيف إضافة أخرى الصمزي بمعنى تعني صغير أو إجعله أصغر من حجمه وتعني المعاني أخرى حنوصلها فيما بعد وإيموزيان كذلك تعني الشاب الأصغر في الأسرة وإلى آخره وهذه كلها مفهومة هذه حنوصلها فيما بعد وطبعاً تأنيثها تمزيان وتمزيانين طيب يعني في حالة التأنيث في تشد حيث مثلاً إيموزي هو الصغير في السن وهو كذلك الشاب في تريفية مزي ومزيان وأمزيان إلى آخره تعني نفس الشيء الصغير والحدد في تقبيلت كذلك أمزيان وجمعها إيموزياناً وهو الصغير في تشاويت كذلك أمزيان ولكن في تشاويت أظن أظن أضاف لها معنى آخر وكذلك في تمزيان الأطلس المتوسط في تمزيان الأطلس المتوسط يقولون لصغير العنز العناق يسمى صغير العنز وصغير الجدي كذلك يقولون له مزي كذلك طيب هني يعني خليني تكلمون لحاجة مهمة جداً وتكلمنا عنها في ديو سلاسينات ولكن ربما يكون من الأجدى الحديث عنها هنا في جميع لغات العالم الأسماء الحميمية والديميليتف كذلك التي هي التصغيرات تتغير بشكل رهيب جداً في جميع لغات العالم وتأخذ بمعنى آخر بمعنى لو عندك حاجة جميلة وصغيرة دي ما تعطيها اسم حميمي تغير لها اسم ما تعطيها اسم تاني فم تعطيكم في اللغة الإنجليزية kid في اللغة الإنجليزية تعني الطفل وأصبحت متداولة ومتعارفة عليها في جميع في اللغة الإنجليزية وأصبحت غلبة معناها معنى الطفل على معناها الأصلي من معنى الأصلي هي chop Brothers نفس الشيء مثلا في اللغة الفرنسية goss لا تعني الطفل واسم حميمي أطلق على الأطفال حتى أصبح يغلب هو المعنى الأصلي وإلى آخره في جميع اللغات زي ما قلنا في لغات العالم ليس في قضية الطفل فقط ولكن في كل ما هو ديمينيتف أو حميمي يطلق عليه اسم آخر الفارق بين اللغات المكتوبة وغير المكتوبة أن اللغات المكتوبة ممكن الرجوع إلى المعنى الأصلي الكلمة ورجوع بها إلى الخلف ومعرفة المعنى الأصلي لها وإلى آخره في اللغات الشفوية غالبا الكلمة لو لم تبقى على معنىها الأصلي تضيع وتتغير تغير معنى آخر وينتسل معنى الأصلي ولم يكتبه أحد فتضيع إلى لبد من حسن حظ هذا ليس هو الحال بالنسبة لهذه الكلمة في اللغة الأمزيغية فهذه الكلمة بقيت موجودة في جميع التنوعات ولو في جبل نفسه تغير معنىها إلى معنى واحد فقط اللي هو الفتاة دونسن البلوغ ولكن معنىها الأصلي أعام بكثير ربا نفسه خصصها ولكن في الأمزيغية عموما أعام بكثير فهنبس يعني تعريج على شيء مهم جدا وهو ما يسمى الديميليتب في جبل نفسه استخدموا هذه الكلمة في هذا المعنى إذن ماذا استخدموا في معنى الصغير استخدموا معاني كثيرة زي ما تعرفوا أنا عنوش عفوا وأمشكان وإلى آخره من المعنى وهذا الأخير عمشكان مثلا له معنى أصلي وهو الصغير البالغ المنتهي الصغر من الأشياء نجدها في كلمات مثل متكوى مشكوى إلى آخره في تنوعات الأمزيغية أخرى وربما هذه الفيحتي هي درس بروحها يعني الصغير المنتهي في الصغر أطلق على الطفل من باب الحميمية يعني تصغير لهذا الطفل إلى آخره أظن أنها جميلة جدا مشك ومتكوى إلى آخره من هذه المعنى وكذلك مشك نفسها ربما تكون راجعة لأصل أقدم منها أو عفوا أخذ منها متض وهي الرضيع وإلى آخره ولعل هذه لها ارتباطات ببعضها أرجوكم ما تاخدوش عليه هذا الكلام حتى أراجع كل كلماتي وأراجع كل الكلام اللي بيوصل فيه درس بروحها زي ما قلنا فيه مشكوى إلى آخره ولكن شاهد أن استعملت كلمات أخرى حميمية بدل الكلمة الأصلية اللي هي أمزيان ومزي وصمزي وآخره طيب إذن فزي ما قلنا يعني في اللغة الأمزيغية ينتقل هذا المعنى من معنى إلى معاني أخرى فكلمة أمزيان ذكرت بها أسماء أشخاص أسماء أسر أمزيان وآخره أحيانا أسماء قرى وأسماء طبونوميا وإلى آخره طيب يطلق كذلك على الجدي إمزي وإمزيا وإمزيا وهنيه زي ما قلنا قبل شوية في تريفيد إمزي وإمزيا في تريفيد تطلق على الجدي والجدي كذلك يفهم منها أنه الصغير والصغير من الأشياء طيب في النبات مثلا هنا نشوفه مثلا في النبات كذلك استعمت للتصغير واستعمت مثلا في الفاكهة المتأخرة للنضوش كما في ورقلة يقلون مزوزي عفوا ومزوزي عيد مزوزي يعني المتأخر من الغلة وخصصت مثلا في غدامس للتمر الذي يبلغ النضوج في غدامس يسمى لما يبلغ التمر في الغدامس يسمى أمازا ومزاون نوع من التمر يعني بمعنى بلغت مستوى النضوج الآخره بل في نفس التمازيغ مثلا الحيوان الذي يولد في فصل الخريف متأخر يعتبر ولد فصل الخريف يسمى تمزوز وتموزاز في التمازيغ طيب يستعمل كذلك كفعل هذه الكلمة استعمل كفعل فما تقول مثلا كما قلنا بكري في التمازيغ يقوله صمزي بمعنى صغر من الشيء وإذا صغرت من الشيء ماذا فعلت نقصت منه فصمزي تعني في تمازيغ صغر ونقص كذلك وخفض إذا شوفوا المعنى كيف يتحول ويتغير معناه وإلى آخره طبعا كذلك في جميع تنوعات الأمازيغية أمازوز تعني الآخر مولود في العائلة نقوله في ليبيا مصمص الكرشيغ ويقال كذلك في العامية عن نوع من التين يسمى مازوزي وهو اللي يجي المتأخر أظنني في النضوح أنا مش فلاح فما نعرفش المعنى الأصلي لهذا إذا توجد كذلك في تاقبيليت وفي تشويث يضيفون النون واللام أحيانا النون والأحيانا اللام ليعنوا الشاب في سن المراهقة فيقولون إلمزي وإلمزي إذن هنا انتقلنا من معنى إلى معنى في اللغة الأمازيغية لكلمة موزي وموزيان وأموزيان وشوفوا التنوعات والمعاني الكثيرة اللي خرجت منها إذن ألمزي وطلمزيت طلمزيت عفوا عندنا في جبه النفوسة الأصلي متاع اللي هي أموزيان بمعنى الصغير في السن تنميرتنون وإلى حلقة أخرى إن شاء الله في جذر من جذر العمالي الزيغي أخرى ويكون كذلك بجميع التنوعات المزيغية زي ما أعودناكم تنميرتنون وإلى حلقة أخرى إن شاء الله